يتوافد المصلون على مسجد الميناء الكبير الذي أصبح قبلة لأسائحين من مختلف أنحاء العالم منذ افتتاحه بالأضافة إلى آلاف المواطنين الذين يستقبلهم المسجد يوميا خاصة خلال الشهر المبارك يعد مسجد الميناء الكبير أول مزار سياحي إسلامي بمدينة الغردقة بعد افتتاح مركز الدعوة الإسلامية بالمسجد مسجد الميناء الكبير يعد أحد أهم معالم مدينة الغردقة فهو مركز ثقافي إسلامي يقدم تعاليم الدين الإسلامي بصور مختلفة النشاط عندنا بيبدأ من صلاة الفجر بيبدأ عندنا من صلاة الفجر في خاطرة بعد صلاة الفجر يعني بعد انتهى من الصلاة بتكون خاطرة كده في وقت وليل من خمسة إلى سبع دقائق بنتذكر الناس بها بنربط القلوب بالله عز وجل بنيجي بعد صلاة الظهر إن شاء الله يكون فيه أول يوم الحد فيه المقراءة النموذجية بالنسبة لإخواننا من السادة الأئمة أصوات أصحاب الأصوات الحسنة وكمان عندنا يوم الاثنين في الظهر إن شاء الله كمان المقراءة الخاصة بالأئمة بيكون مجتملة على أعضاء المقاري وعلى إخواننا من الأئمة والحمد لله في خلال الأسبوع ده أو الأسبوع اللي جاي إن شاء الله سيكون فيه المقراءة ثلثة يوم الثلاثات إن شاء الله خاصة بالأئمة إن شاء الله رب العالمين المسجل الكبير بالغردقة يحضى بأهمية كبرى لدى المصريين من سكان المدينة وله نفحات روحانية خاصة في شهر رمضان فموقعه على البحر مباشرة جعله يتيح لزواره سياحة روحية وسقافية وبصرية بسبب طبيعته المعمارية والأجواء المحيطة به وعلى مدار اليوم بالإضافة إلى الصلوات الخمسة تقام في المسجد الدروس الدينية وأيضا هناك مسابقات دينية تجزب الصغار والكبار من رواد المسجد بناء مسجد الميناء الكبير استغرق قرابة خمس سنوات وعلى مساحة سمانية ألاف متر مربع ويقع على البحر مباشرة ويتسع لحوالي عشرة ألاف مصل ويضم مئزنتين شاهقتين وخمسا وعشرين قبة وقاعة للمناسبات وأخرى للمحاضرات إذ بلغت تكلفة المسجد أكثر من خمسة وعشرين مليون جنيه من المحافظة ووزارة الأوقاف ومساهمات أهالي البحر الأحمر كما يحتوي المسجد على مكتبة كبيرة بها العديد من الكتب الإسلامية التي يحصل عليها السائحون بالمجان وبعدة لغات ترجمة نانسي قنقر